رسمياً ها هي تركيا تعلن بدء العملية العسكرية ضد ما تسمى بقوات السوريا الديمقراطية في مدينة عفرين بيري في حلب حيث أعلن وزير الدفاع التركي نور الدين جانيكلي أن عملية عفرين بدأت فعلياً بقصف عبر الحدود مشيراً في الوقت عينه إلى مواصلة المحادثات مع موسكو حول العملية العسكرية الرد العسكري التركي جاء بعد أيام من إعلان واشنطن عن تشكيل قوة أمنية حدودية تتمركز على طول وادي نهر الفرات تتألف من 30 ألف مقاتل نصفهم من قوات السوريا الديمقراطية وهو ما أغضبت تركيا التي وصفت الخطوة الأمريكية بأنها لعب بالنار لتبدأ بعد ذلك بإرسال تعزيزات عسكرية إلى الحدود مع سوريا بينهم مقاتلون من درع الفرات كما أن أنقرة طلبت دعماً عسكرياً وسياسياً من روسيا حيث أرسلت رئيسي الأركان والمخابرات التركيان خلص أكار وهكان في دان لإجراء محادثات مع مسؤولين روس وبالتالي الحصول على ضوء أخضر روسياً للعملية التركية في عفرين حيث ينشر الجيش الروسي عناصر فيها تعقيدات العلاقة بين الولايات المتحدة وتركيا تنطلق من حقيقتين أساسيتين الأولى أن واشنطن تدعم بقوة المقاتلين الأكرادة في سوريا وتحديداً وحدات حماية الشعب الذي تشكل العمود الفقاري لقوات سوريا الديمقراطية والثانية أن أنقرة شركة واشنطن في حلف الناتو تصف وحدات حماية الشعب بالإرهابية وترغب بطردها من شمال سوريا واشنطن لم تدرك أيضاً أن إنشاء قوة أو حتى دولة كردية مصغرة في سوريا يتعارض مع مصلحة النظام السوري المدعوم من روسيا وإيران ما يعني أن إعلان المتحدث باسم قوات التحالف الدولي الكولونيل توماس فييل عنية التحالف الدولي تأسيس قوة أمن جديدة كردية لحراسة الحدود على طول وادي نهر الفرات سيفتح الباب أمام جبهات جديدة في الحرب الدائرة في البلاد وهو ما يفتح الباب أيضاً أمام عدة سيناريوهات تبدأ بإصرار الولايات المتحدة على تشكيل القوى الكردية رغم معارضة تركيا والنظام السوري وإيران ولا تنتهي بتخليها عن الأكراد إذا رأت أن مصلحتها تقتضي ذلك